مساعي أمريكية وأوروبية حثيثة لضبط أسعار النفط عالميا وتحديد سقف عالميا للنفط الروسي لا تتجاوزه بحلول ديسمبر المقبل وذلك بعدما شهدت أسعار النفط طرابات صعودا وهبوطا بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وما تلاها من تضخم عالميا سعت البنوك المركزية بكافة دول العالم للسيطرة عليه مبادرة تحديد سقف إلى أسعار النفط بدأت من أوروبا وحظيت بترحيب أمريكي نتابع ما يفعله الأوروبيون بخصوص وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي وفرض حظر على التأمين نريد التأكد من أن هذا سيساعد في خفض أسعار الطاقة العالمية ويسمح أيضا للطاقة الروسية بالتدفق تصريحات المسؤول الأمريكي ولدت خلال مشاركته في منتدى أسبن الأمني في كلورادو فيما تحفظت روسيا على ذلك الإجراء حيث أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أليكساندر نوفاك للتلفزيون الروسي أكد أن بلاده لن تصدر النفط إلى السوق العالمي إذا فرد صقف للأسعار دون كلفة الإنتاج في غضون ذلك أظهرت بيانات للجمارك الصينية جرى نشرها أمس أن البلاد رفعت والداتها من الفحم والغاز من روسيا في يونيو الماضي إلا أنها قلصت مشترياتها من النفط الخام